أهلا بكم من جديد محبي ومتتابعي أنات الإنجليزية مع الأستاذ بن خالد اليوم نلتقي في درسني جديد وفيديو جديد ولكن قبل ذلك دعوني أخذكم في جولة سريعة في القناة هذه هي قناتنا التي بدأت العمل منذ شهر ونصف تقريبا إذا أردتم إطلاع على مختلف الفيديوهات تذهبون إلى قسم فيديو هنا في الأعلى تضغطون تجدون الفيديوهات مرتبة من الأقدم إلى الأحدث وإذا أردت الإطلاع فقط على الدروس اذهب إلى قسم بلاي لست هنا في الأعلى اضغط هنا تجد قائمتين فيديوهات قائمة السنة الرابعة متوسط وتحتوي على 6 دروس مراجعة القائمة الثانية التي بدأتها منذ أيام هي قائمة المراجعة الشاملة والكاملة السنة الرابعة من سيكونس 1 إلى سيكونس 2 كل الدروس حتى الآن قمنا بدرسين عليك بمراجعتهما لكي لا يفوتك أي شيء إذا أردتم مراجعة The Passive Voice بصفة سهلة ومفصلة ما عليكم إلا أن تتابعونا إذا مرحبا بكم من جديد في قناتنا في درس جديد من سيسلة المراجعة الشاملة والكاملة لبرنامج السنة الرابعة متوسط في اللغة الإنجليزية الحصة الثالثة قبلها قمنا بحصتين الحصة الأولى والثانية من لم يطلع عليها يجب أن يرجع إلى قائمة بلايلست كما وضحت قبل الفيديو ويدخل إلى قائمة المراجعة الشاملة والكاملة لسنة الرابعة متوسط ويطلع على الحصة الأولى والثانية فهي مهمة جدا لفهم الحصة الرابعة ثالثة والرابعة وكل باقي الحصص إذن نحن مدى نفسي اليوم سنقوم بدرس الغرامة وأخيرا درس الغرامة الدرس التي يخشيها التامد كثيرا واليوم سنقوم بدرس مهم جدا أتوقع أن يكون في البيان وهو درس المبني للمجهول يقول لفواه passive فما هو الpassive form؟ سنرح في present و past في زمنين في present و past إذن ما هي تركبة الجملة الإنجليزية؟ أي جملة الإنجليزية فيها subject, verb, object فاعل فاعل مفعول به سيجيه verb, object I like English Layla speaks Spanish We go to school دائما subject, verb, object ما هو الpassive form؟ الpassive form دائما تذكر عندما تسمع كلمة passive form تذكر شكل X دائما شكل X هكذا وهكذا The object يصبح become become يصبح The object becomes the subject And the subject becomes the object The object نبدو به يرجع subject والsubject نختم به يرجع object والverb نقوم بعد تغييرات عليه سوف نراها السيغة الأولية التي كنا دائما نخدم بها بلغة الإنجليزية هي active form والسيغة الثانية هي passive form passive voice إذن دائما لما تسمع passive form تذكر X Object becomes subject Subject become object ونقوم بعد تغييرات في The verb إذن لماذا؟ لماذا نقوم باستعمال passive form؟ لازم أن تفهم أريد من تلميدي أن يفهم وليس أن يحفظ Why؟ نقوم به السببين السببين الرئيسيين أولهم When the focus is on the object عندما يكون التركيز الجملة على المفعول به لما يكون تركيز الجملة على المفعول به دائما نفضل أن نبدأ به لكي نبين للقارئ أو للمستمع أن نمركز على المفعول به مثلاً عندما نتكلم عن Statue of Liberty تمثال الحرية The Statue of Liberty is a very famous landmark in New York It was built in 1923 لما نأتي إلى المصمم من صممها لا نقول The French designed صمموا صمموا The Statue of Liberty الآن كأننا نركز على فرنسيين ولا نركز على Statue of Liberty إذاً لازم أن نقل بالجملة ونبدأ ب Statue of Liberty was designed by the French أنا علش قدمنا Statue of Liberty لكي نبينه للمستمع أن نركز عليه هو موضوع الجملة هذا سبب أن نستعمل Spacive form سبب الأول مثال The cake was made by Leila هنا الجملة الحقيقية هي Leila made the cake أن الليلة هي الفاعل هي التي حضرت Leila made the cake لكن لماذا بدأنا بالكيك؟ لأن موضوعنا اليوم هو الكيك لأننا نتكلم عن الكيك وليس عن ليلة إذا بدأنا بالكيك was made by Leila الكعكة حضرت من طرف ليلا The Passive form السبب الثاني When the subject is not important لما يكون الفاعل غير مهم معروف و واضح لسنا مضطرين أن نتكلم عن الفاعل مثلا When the subject is not important بن مهيدي was born in 1923 بن مهيدي وولد في 1923 هنا بن مهيدي ليس الفاعل الحقيقي لماذا؟ لأن بن مهيدي ليس من ولد نفسه هو وولد وولد ليس من قام بالحركة هو وولد من ولده؟ أمه والدته ولدته طبعا إذا الجملة الحقيقية هي بن مهيدي was born by by who by his mother بن مهيدي وولد من طرف والدته in 1923 وبما أنه من الواضح أن من ولد من مهيدي هي أمه فليس من المهم أن أتكره بن مهيدي was born in 1923 بن مهيدي وولد في 1923 إذا هناك سبابان لاستعمال passive form إما لكي تركز على المفعول به وتجعله أولا في كلامك وإما لكي تتخلى عن الفاعل لأنه غير مهم أنه واضح الآن نذهب إلى الدرس Let's go to the lesson Before we start قبل أن نبدأ هناك درسان مهمان يجب أن تكون وتحكم فيهما قبل أن تبدأ بال passive form الدرس الأول هو to be the verb to be the auxiliary in the present and in the past إذا لم تتحكم في تصريف to be in the present or the past لن تستطيع أبدا أن تحل passive form Let's revise to be in the present I am you are she he it is we you they are were the past I was you were she he it was we we you they were they are they they are the past the past participle gave the past participle given take past took past participle taken in the past form we will focus on past participle which is another if we have regular verb there is no problem past participle we will add ed irregular verbs they change they change they change the list which list is this if every irregular verb past simple and past participle what do we do? past participle this is here past participle past participle the irregular verbs we add ed past participle the irregular verbs here example let's say like the verb like the verb like no what do we do? the past participle التعه هو واش لائكت زي دو أدي مثلا البرب ميك اه هنا اه ميك اه ميك the past participle تاعه ميد مثلا البرب love love is it here no it is not so it is regular love loved that example like speak speak is it here yes so it is irregular the past participle is spoken let's continue to be in the present in the past and past participle هذا شيء اين لازم تركز عليهم وتحفظهم باش تحل the passive form انا نبدأ الدرس the passive form the passive form نبدأ بال present نبدأ بال present بالحاضر و regular verbs present regular verb ركز معي من لحن the children organize the rooms the children organize the rooms الاطفال الاطفال يرتبون او رتبوا the rooms الغرف الاطفال يرتبون الغرف subject verb object ما ندلو الان اكس the rooms ترجع subject نبدو بها الجملة the children ترجع object نختم بها الجملة والان الان ندلو are organized organize organize في القائمة انا organize now ما ندلو الان regular or irregular regular رتّبت من طرف الأطفال الغرف رتّبت من طرف الأطفال الغرف نحلل الجملة دريج أبشهر رجع أبشهر 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 لديه الكامل هنا العرب جمع بلورل هنا تم أرواس أبشهر 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 الانهار اسفة هنا غلطة تعبو تشك المس et Celtic تشك المسے تشك المسأل بي تشك المسأل object to be in the present past participle by the children so what is the rule the rule to make the passive form in a passive form object the double object plus to be in the present plus the past participle plus by plus the subject the double object but to be in the present we put past participle on the verb by and subject by is from the side of 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 the present and regular verbs now present with irregular verbs another example people eat fast food every day people eat fast food every day الناس يأكلون الطعام السريع أو الأكل السريع كل يوم people eat fast food every day people subject eat verb fast food object everyday نسموها extra information معلومة إضافية معلومة ليست مهمة في الجملة مثلا نستطيع نفهمها وعلا نزلناها أحدها extra information الان ما نقوم object become subject subject become object fast food ترجع people object طبق القاعدة to be in the present is fast food it fast food is it is fast food is past participle we go eat eat regular irregular irregular what is it eaten the food fast food is eaten by very good by people and put extra information in the end fast food is eaten by people everyday fast food is eaten by people every day fast food object is to be in the present sorry there is a mistake here to be in the present sorry to be in the present present eaten by people every day extra information the rule نفس الشي object plus to be in the present plus past participle plus by plus subject if we don't have extra information to be in the present if we don't have any we don't have any now we have passive form in the present regular verbs and we have passive form in the present irregular verbs and quick activity let's have a quick activity quick fast opposite slow fast slow turn this sentence into the passive form حول الجملة الازية إلى سيغة المبني المجهول into the passive form ساعدكم بقاعدة object plus to be plus part participle plus by plus subject جملة الأولى jack eats hamburger جملة الثانية john does the homework john يقوم بالواجب laura hates colors laura تكره الألوان john and richard clean the car john و richard منظفون السيارة now i will help you with the list go pause the video do the activity طبق القاعدة كما راه قدامكم مستعينوا بالجدول عصروا حكم حداري من irregular and irregular and we will correct later الآن سوفانو صحيح now we will correct jack eats hamburger subject verb object كيف نبدأ نبدأ hamburger hamburger شيء بعدها to be hamburger شيء it 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 is hamburger is eat regular or irregular eat عدنا هنا irregular eat eaten hamburger is eaten by by who by jack john does the homework the homework the homework to be homework is very good it is the homework is does to to do or to do the homework done by by john the homework is done by john laura hates colors 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 to be is or are colors colors is plural is colors they 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 are colors are to be are hate the verb hate regular or irregular hate here we have regular what do we do? add to and colors are hated by Laura colors are hated by Laura john and richard clean the car john and richard clean the car and add two subjects john and richard the car and the car and the car is or is 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 the car is not past participle clean or irregular it doesn't exist here it doesn't exist it doesn't exist it doesn't exist the car is cleaned by 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 who by john and richard i hope that the thing is clear now the thing is clear when you change the passive form what you change between the subject and the object i the verbal to be and add past participle which is in regular and irregular and irregular by and add by by clear we go to the passive form in past present we go to past it's very easy it's very easy it's easy it's easy it's easy example brazil organized the world cup in 2014 brazil organized the world cup in 2014 brazil subject organized verb the world cup object and in 2014 extra information information additional information in 2014 how do we do the world cup here Brazil here how do we do the world cup here to be same thing but the difference is that when the jimler is in present to be to be here is in present is or are when the jimler is in past as you see to be to be what is working in past must be past was or where the world cup was organized past participle as we taught regular or irregular if it was irregular you would use to be by Brazil in 2014 the first and the last in past في ال past نفس القاعدة على present ما عاد شيء واحد يصرحك منه انه هو to be في ال present يستعمل to be in the present is او are في ال past يستعمل to be in the past was او where ومعها past participle ومعها by والتكن على الله fast activity نفس الشي turn the sentence into the passive voice نعطيكم جمل active form ثم تتحولوهم ال past نعطيكم القاعدة القاعدة عامة جيل past present object plus to be اهنا تتقرر اذا عندك جملة past استعمل to be في present اهل باقي قاعدة كيف كيف past participle نفس الشيء ما تبدل بين past present باقي jack eats hamburger mr john drunk is the past of drink the soda laura hates colors it is the opposite of love يحب يكره john and richard cleaned the cars وهو الجدولي يعاونكم حداري من شيئين حداري من زمن الجملة الاصلية اذا كانت في present اذا كانت في present اذا كانت في past وحداري لما تقلب تقلب ليس قلب هي اذا كنت اذا��는 جيل الملجende اذا كانت مجموعة على المجموعة اذا كانت سنقت dead اذا كانت حاجة سنضيف الغ thats implicتي ف Bruce هذا اذا كانت انه المجموعة اذا كانت حاجة اذا كانت رجب لن تقرير جاك إيت هامبرغر أول شيء سأسأل روحك الجملة هذه في past past present معنى هاتفة راسك في present هامبرغر هامبرغر حاجة حاجة واحدة هامبرغر نقوله is is eat eat irregular وش يقول لي eat eaten هامبرغر is eaten by jack mr john this sentence is it in the past or present it is in the past انا هنا drunk وهو past of drink اذا مع الصوحك حذاري توبي رح يكون في الباست this soda and to be صوحك حاجة واحدة حاجة واحدة ندروا was ولا were ندروا was the soda was drink هو irregular drink drunk was drunk by mr john laura hates colors this sentence is past or present it is in the present hates so colors بكارفة ناعدنا s of plural colors are very good are hated by laura john and richard cleaned the cars this sentence is in the past or present it is in the past and cleaned حذاري توبي رح يكون in the past past so the cars الحذاري عندك s of plural معنا تستعمل was ولا تستعمل where تستعمل where the cars were past participle of cleaned cleaned by john and richard very good this past passive form past present نفس القاعدة بين past present ما عادة توبي لتبدل إذا كانت جملة in the past نستعمل to be in the present now summary خلاصة the passive voice is formed by object plus to be now to be can be present can be past على حساب الجملة أصلية إذا كانت جملة present to be تصرفوا في present إذا كانت الجملة الأصلية في past تصرفوا في past 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 participle هنا past participle إذا كانت regular إذا كانت irregular إذا كانت irregular قائمة plus by من طرف أو عبر plus subject by تركزوا عليها ملع by أنها قد ممكن يعطيكم تمارين وانتصرفوا الأفعال يعطيكم by في الجملة هذه لازم أمان الفرف صرفوا فش في passive form very good this is the rule بصفة عامة لل past وال present يتبدل غير to to be let's continue now activity one اللي ممكن جيكم في البيان دجا شفناها اللي هي turn the sentence into the passive form يعطيك جملة ونتحولها لل passive form ممكن يعطيك جملة activity ونقرأ اخر أنا أريد أن يكون مواجدين لكل أنه على الأسئلة activity الزوجة هي put the verb in brackets ما بين قوسين مواجدين أنا أصرف الأفعال ما بين قوسين في الزمن والصيغة المناسبة هنا حدري أنا لا أريد أن يفهمك باللراعاتك passive voice يجب أن أنت وحدك تفهم باللراك في passive voice كيف أجتعرف نرى سوف نرى 1- الهنبرا palace To choose اختار By UNESCO As a world heritage ترات عالمي In 1970 Eiffel Tower To visit by millions of people every year Eiffel Tower يزور من طرف ملايين الناس كل سنة غيرنقة على اسم لوحة فنية مشهورة To paint يرسم By Pablo Picasso 55 years ago منذ خمسين و خمسين سنة these outstanding cars to make by Ferrari Algeria to colonize by France colonize by France in 1813 heritage to not دائما اكتبوا كلمات الجديدة سوف اساعدكم بالرائمات irregular verbs حدري اول شي كيف اجتعرف ان هالفرب لازم يتصرفوا في passive form لازم تبحث عن كلمة مفتاحية جدا هي باي لما تجد باي تأكد ان هالفرب راح يكون في passive form قبلها دائما باي الفرب قبلها يكون في passive form باي 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 قبل ان تصرف اصبح الجملة في past أو present باي 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 الهامبرا palace to choose by UNESCO as world heritage in 1970 ما تظنه؟ هل هذه جملة في past و لا في present؟ في past، لماذا؟ 1970 Now, to choose الهامبرا palace هل شيء واحد ولا plural؟ شيء واحد مرتوبي، سنصرفه في past و مع شيء واحد، نقول was و where was was chosen rather than chosen and choose irregular or not choose choose chosen افلتار by millions of people every year this sentence is past or present it is in the present we have every year كل سنة افلتار شيء واحد singular or plural و سنجلر فل present is or are is is visited is a regular verb past participants is ed guernica to paint by pablo picasso 55 years ago سألوه هاد زمن جملة و شهود past or present it is past why 55 years ago نقول was painted to be in the past مع guernica guernica لوحة فلية واحدة was it was painted regular these outstanding cars to make by ferrari this sentence is past or present it is in the present and past now last year last day yesterday last month in 2015 it is in the present now these outstanding cars we have plural be careful and plural and present and plural to be in the present but some image is are and plural is or are 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 made past possible of make make is irregular where is make how is my make make made are made by ferrari now Algeria to colonize by france in 1830 now the sentence past or present it is in the past why 1830 now Algeria is one country or many countries one country singular if we use wars or where we use wars the word colonized which means regular wars colonized by france in 1830 all the پاسي فورم قصر الحمراء خطير من طرف كثورات عالمي في 1970 بورج ايفل يوزار 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 من طرف ملايين الناس كل سنة غيرنيكا روسبة من طرف روسمة من طرف بابلو بيكاسو منذ خمسون و خمسون سنة هذه هي سيارة رائعة مصنوعة من طرف فراري الجزائر استعمرت من طرف فرنسا في 1830 هذا كل شيء عن الباسيف فورم رأينا الباسيف فورم رأينا قاعدة الباسيف فورم في الباست و البريزنت رأينا استعمال الباسيف فورم اما لنركز على المفعول به و اما في الجملة التي لا نحتاج فيها الى الفاعل و شفنا ايضا انواع التمارين اما يقولك turn the sentence into the passive form حول الجملة الى الباسيف فورم او يحطك افعال من قوسين و يصرفها و يحط لك باي لكي تعرف انك تديرها في الباسيف فورم هذا كل شيء بالنسبة للباسيف فورم اذا سوف نلتقي بعد ثلاث ايان او اربع ايان في درس اخر من سيكونس 1 في سلسلة المراجعة الكاملة و الشاملة في اللغة الانجليزية الى حين ذلك ان اعجبك الفيديو لا تنسى ضغط اللايك الاعجاب الاشتراك وتفعيل التنبيه شكرا على حسن الانتباه والاستماع و نلتقي في فيديو اخر والسلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة